تتضاعف جهود مكافحة الفساد الذي يتغلغل في جميع مفاصل الدولة لكن يبقى هذا الملف بحاجة إلى دعم سياسي منقطع النظير لرفع الحصانة التي توفرها بعض الكتل المتنفذين الذين تورطوا بسرقة أموال الدولة لم تتوقف هيئة النزاهة مرة عن التماشي بخطة الحكومة الحالية في ضرب الفساد الموجود في البلد ماليا وإداريا فالتعامل مع الفساد في هذه المرحلة قد اختلف تماما عن المراحل الحكومية السابقة من ناحية آلية جمع البيانات وكشف الفاسدين ومطاردتهم والانفتاح دوليا بالحوار والتفاهم بشأن كيفية استرداد الأموال المهربة خارج البلاد شخصيات سياسية متنفذة ومسؤولون في مراكز حكومية عالية ومديرون عامون في دوائر ومؤسسات الدولة متورطون بقضايا اختلاس للبال العام تعمل النزاهة على متابعة تحركاتهم وإلقاء القبض عليهم هذه الجهود المضاعفة تنوي محاربة الفساد وتقليص وجوده وفق مدد حددها السوداني في برنامجه الحكومي الحراك ضد أذرع الفساد بدون استثناء وكما صرح رئيس الوزراء أنه لا خطوط حمر على أي ملف فساد يتطلب توفير قوة سياسية من جميع الكتل الراعية لتشكيل الحكومة الحالية تكون داعمة لكل خطوة تنفيذية تكافح الفساد وتحجم دوره بلا قيود تكون أشبه بالمظلة والغطاء لبعض من رؤوس الفساد الكبيرة